ماذا بشأن النجف الأشرف منتظر الشريفي تحية طيب النجاح فعلا يبدو أن هذا العام عاما استثنائيا بمعنى الكلمة يعني جائحة كورونا ربما تسببت عمليا بانخفاض أعداد الزائرين القادمين سواء كانوا من خارج العراق أو حتى من داخل العراق الذين يأتون إلى مدينة النجف الأشرف لتأدية مراسم زيارة الإمام علي بنبي طالب عليه السلام ثم التوجه إلى مدينة كربلا لتأدية زيارة أربعينة الإمام الحسين عليه السلام النجف الأشرف سوف تستمر في استقبال الزائرين بعد أسبوع من الآن لدينا مناسبة وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي هناك حركة عكسية سواء كانت من كربلا المقدسة باتجاه النجف المواكب التي كانت تشارك على طريق كربلا بدأت بعد بعضها بالرجوع إلى مدينة النجف الأشرف وتشيد مخيماتهم وخيمهم من أجل استقبال الزائرين في عودتهم إلى مدينة النجف بعد أسبوع من الآن سوف تكون الذروة في مدينة النجف الأشرف حركة الطائرات أعتقد سوف تكون مستمرة خلال هذا الأسبوع لتأدية مراسم زيارة وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بجوار مرقد إمام علي ترجمة نانسي قنقر